مرحباً أنا سارة وأنا آفري ونحن توأمن طابقاً من أتلاندا أرجاء الإعجاب والاشتراك ولدنا وكنا أجمل الأطفال بالمدينة أذهل الجميع بشعرنا الذهبي وعيوننا الزرقاء حتى أنهم دعونا بالأطفال الملائكة جعلتنا أمي عريضة أزياء أطفال وكنا مشهورتين أصبحنا على كل إعلانات منتجات الأطفال ونحن في الثالثة من الحفاظات إلى الموضة تواجدنا في كل مكان أحببت الأضواء وكأني ولدت لأكون نجمة استمتعت بالمدرسة وأردت أن أصبح محامية قوية ذات يوم فكانت الدراسة والحصول على درجات جيدة أمر مهم لي ذات صباح ونحن بالصف الخامس بدأنا روتيننا اليومي مع أمي حتى صرخت سارة فجأة وجهي يحترق ساعديني يا أمي تمسكي أعتقد أنك تعانين من الحساسية شاهدت أمي تمسح وجه سارة مذعورة وحصل شيء فضي فور أن أصبح وجهها نظيفاً غطت الحبب وجه سارة بالكامل يا إلهي ما هذا أنا مقلفة لا بل ستكونين بخير وسنصلح الأمر قريباً أعدكي بهذا أخبرنا الطبيب بأنه لا علاج لوجه سارة سمعت أمي هذا وكاد يغمى عليها وغضبت سارة مني أيتها الكاذبة لقد وعدتني بأن أكون بخير لكني أبدو وحشاً تغيرت حياتي للأبد منذ ذلك اليوم جعلتني أمي أضع الماكياج لأخفي ندباتي ولم يسمح لي بأن أظهر من دونه كسر الشيء كله قلبي ولم أفهم سبب حدوث هذا لي التقينا في الصف الثامن بجوليا وإيمة انتقلتا للمدينة وكانتا توأماً مطابقاً أيضاً لكنهما كانتا شريرتين والأسوأ مقارنتهما بنا انظروا الفتاتين الجديدتين إنهما رائعتين أحبو دنزقهما الملابس لقد تفوقتا على سارة وأفري كانت إيمة وجوليا عكسنا تماماً وامتلكتا شعراً أحمراً وعيوناً خضراء لما تحملهما وبدأ التنافس بيننا حينما بدأت العمل في شركة عرض الأزياء التي نعمل بها إنهما تسرقان وظيفتنا لا أصدق أنهما تحصلان على وظائف أكثر منا يجب أن نسحقهما ليست منافسة يا سارة لماذا تتصرفين بجنون؟ بالطبع هذه منافسة ونحن نخسر بها واختاري إما عن تقفي في صفي أو ضدي بالطبع اخترت سارة دوماً لكنها تمادت أحياناً كثيرة سارت توأمان نحونا ذات صباح بالكافيتيريا وكانت تبتسمان الفتاة الخجولة والفتاة القبيحة لماذا أنتم حزينتان؟ لم أعد جائعة بعد أليس لديكم ما تفعلانه؟ تشراء مرابس مشابهة؟ رائع على الأقل نحن مكتسحات وأنتما مملات جداً محزن جداً أوبس أنا أتعثر أنا آسفة كان هذا بالخطأ غادرت سارة وهي تضحك بينما كنت مصدومة قفزت نحو جوليا ومعي محرمة لكنها دفعتني بعيداً أحاول المساعدة فقط لدي قميص زيادة لو أردتي لا تلمسيني أيتها الشريرة انتظري منافسة عرض الأزياء نهاية هذا الأسبوع فقط سنفوز نحن بالجائزة وسننهيكما ها نحن نحذركما تحدثكما معاً أمر مروع سنحضر المنافسة بالتأكيد فلنرى ما ستفعلانه لم أتفق مع طريقة سارة لكن استفزتني الفتاتان جداً فقد كانت وقحتين جداً منذ أن ظهرتها فجأتنا أمي باليوم التالي بمجموعة فساتين من أجل المنافسة يا إلهي يا أمي سنبدو رائعتين هل يمكننا تحمل تكلفة هذه إنها ثمينة جداً لا تقلقي يا عزيزتي سنعيدها لاحقاً لكن يجب أن تكوني حذرة لألا تخري بيها اتفقنا؟ لا أعلم هيا لا تبالغي كثيراً نحن بحاجة الفوز سأريهما من التوأم المكتسح فعلاً جاءت سيارة في تلك الليلة نحوي لدي خطة لأهزمهما ماذا تقصدين؟ مقلب بسيط فقط لكنه كفيل بإخراجهما من المنافسة أنت تتحدثين عن الغش؟ لا يمكننا فعل هذا كما لا أريد الفوز بهذه الطريقة هل هذا مهم لك لدرجة أن تغشي لتفوزي؟ نعم لا فكرة لديك عن صعوبة حياتي وإخفاء شكلي دوماً وخوفي دائم من أن يكتشف أحد ما أمري كما أن الشغف الوحيد هو عرض الأزياء ونعم سأفعل أي شيء لأناله لا أحد مثالي يا سارة يعاني كل شخص منا من شيء ما تستخدم كل العريضات المكياج لتبدو بشكل أفضل كما أن حالتك ليست سيئة كما تتخيلين الشيء في رأسك فقط من السهل قول هذا هل أنت معي أم لا؟ أنا معك لكننا سننجح بطريقة صحيحة كنت أتسلل لأدرس كل ليلة بعد التدريبات فكنت مهتمة في منحة ضخمة لدراسة القانون في واشنطن إلا أني لم أخبر أمي أو سارة بعد كنت خائفة من أن تغضب مني تفوقنا بالجولات الأولى في يوم المسابقة فقد أصبحت فساتيننا حديث الناس ذهبنا للجولة التالية فشحبت سارة لا يمكننا الذهاب الآن ليس دورنا تبدينا مثالية يا عزيزتي يا تقلقي سارة كل شيء على ما يرامن بالبداية ثم وقع دلون من الأعلى وغمرنا بالزبادي ما هذا؟ يا إلهي مقرف انقلب المقلب الذي أعدته علينا وسأموت لو اكتشف أحد الأمر اضطررت للتفكير سريعا فحينما ذهبنا لغرفة الملابس علمت ما يجب أن أفعله إنهما الفاعلتان أعلم ذلك جيدا يجب أن نخبر الحكام أتقصدين التوأم؟ هل فعلتا هذا؟ ثم سارت التوأمان لغرفتنا مبتسمتين كان ذلك عرضا رائعا يبدو أن الناس يكرهونكم أيضا كما نكرهكما نحن كم هذا رائع لا تحاول إلقاء اللوم على أحد أعلم أنكما وراء كل هذا هاجمت سارة إيما فجأة ثم تدخلت جوليا أيضا ابتعدي عن مئيتها المختلة لا شأن لنا بهذا نعم دعينا وشأننا أنت مجنونة سحبت سارة بعيدا فأمسكت جوليا بفستانها فانقطع تدخلت أمي وصرخت فور رؤيتها الفساتين أخبرت أمي أن التوأم هما الفاعلان لكنهما رفضتها لا ترف بالأمر لذا فقد أجرت الوكالة تحقيقا وصدمت لرؤية سارة تضع دلاء الزبادي وتم فصلنا فورا وفزت التوأمان هل فعلت هذا؟ لا أصدق على الأقل أني أحاول بينما أنت فاشلة هنا هل يجب أن أقوم بكل شيء وحدي؟ هل سمعت ما تقولين؟ كل ما تهتمين به هو الفوز وهذا يؤذينا لقد دمرت كل شيء هذه الفساتين والثمينة وسمعتنا لن أكون جزءا من هذا الجنون يا سارة كما لو أنك ستفعلينها من دوني أنت بحاجة إلي وأنت تعلمين هذا ليس بعد الآن فقد اكتفيت لم أودها فقط انفصلنا تماما بعدها واضطرت سارة لتولي أي وظيفة متاحة لتجني مزيدا من المال وبدأت أني الخدمة في أحد المقاهي بالبلدة جاءت أمي قبل عيد ميلادنا السادس عشر بأخبار صادمة سأحل كل مشاكلنا المالية يا فتيات احزمنا حقائبكم وسننتقل إلى اليابان ماذا؟ أحبت وكالة عرض أزياء مظهرنا وأرادت أن ننتقل لهناك لكي نمثل ماركتهم وسيدفعون لكل شيء كما سينقلوننا لشقة كبيرة مجانا يا إلهي هذا أفضل خبر على الإطلاق لم أستطع الكتمان أكثر فأنا بحاجة لاتباع أحلامي ونيل تلك المنحة اقترب موعدها ويجب أن أخبرهم لا يمكنني الانتقال لليابان لماذا؟ حد قتابي مشوشتين وشرحت خطط المستقبلية لهما أخيرا هل تمازحيني؟ لا أصدق أنك أنانية هكذا كيف لي أن أكون أنانية بينما لم أطلب أي شيء من قبل؟ كل ما تفعلينه هو الشكوى انظري لي أنا المسيخة هنا لكني أصيقظ كل صباح لكي أعمل لم تأخذي الأمر على محمل الجد قط والآن تريدين أن تنفص لي عنا؟ أنا؟ أشتكي أنت التي لم تتوقف عن منافسة إيمة وجوليا أنت عدمت الثقة حتى أنك حولت المنافسة إلى شريرة ندمت على كلماتي فورا وكنت غاضبة لأتراجع عنها الآن هرأت لغرفتي وصفعت الباب بقوة لم تتحدث سارة معي لأسبوع كامل بعدها والأسوأ من ذلك أنهما لا تزال لتوداني الانتقال وكأن شيئا لم يكن حصلت على رسالة من المنحة ذات الصباح كنت سأفتحها حينما طرق الباب وصارت أمي للداخل فرأت الرسالة أهذه هي؟ نعم لست سعيدة بهذا كما أنك لم تبلغ السادسة عشرة بعد حتى الغد كما لا يمكننا تحمل هذا أعتقد أني أردت أن أعلم لو كان بإمكاني فعلها يا أمي فأنا طالبة مجتهدة هل تعلمين هذا؟ نظرت أمي لي بحزن أعتقد أني انشغلت بوظائفكما حتى أني لم أفكر بما أردتما أريد أن أصنع فارقا بالعالم يا أمي ولس أن أبدو جيدة فحاسب افتح رسالتي يا أفري عنقتني أمي وفتحنا رسالة معا تهانينا لقد تم قبولك ماذا سأفعل الآن؟ قررت البحث عن سارة باليوم التالي بالمدرسة حتى نصلح أمورنا فهذا عيد ميلادنا وجدتها بالملعب أخيرا وصدمت لرؤيتها مع إيمة وجوليا ها هي التوأم الخائنة؟ ماذا تريدين؟ هل يمكننا التحدث وحدنا يا سارة؟ يمكنك قول ما تشاءين أمام صديقاتي ماذا؟ لا تتفاجأي فعدو عدوي صديقي صحيح؟ صحيح هل دربت رأسك أو ما شابه؟ نحن شقيقتين وتوأم لا تكوني هكذا لقد فعلت هذا لنا لقد صنعت مكانك فالتزمي به إذن كنت على وشك التخلي عن حلمي من أجل سارة بينما تعملوني هكذا لا لن أمنحها أي فرصة حزمنا أنا وأمي حقائبنا بالأسبوع التالي وتوجهنا لليابان بينما ذهبت آفري لتسكن مع عمتنا في واشنطن كانت السنوات التالية في اليابان رائعة لم تسعد الشركة بوجودي وحدي لكني أسررت على أن يروا أني أستحق الفرصة فعملت بجد وأصبحت مشهورة في عمر الثامنة عشرة اشتقت لأفري كثيراً لكن لم أحمل نفسي على أن أتصل بها فأنا بحاجة للعمل على نفسي كان الانتقال لواشنطن أفضل قرار تخذه في حياتي فأصبحت أنا لأول مرة في حياتي أحببت العيش مع عمتي وكانت الملحة رائعة كما عرضوا علي وظيفة صيفية حينما انتهيت عملت كمساعدة لثلاثة سنوات حتى تخرجت وسرعان ما عرضت مديرتي علي وظيفة كاملة وأول قضية لي اشتكى مجموعة من العملاء على شركة مستحضرات تجميل وصدمت حينما رأيت اسمها إنها الشركة التي تسببت من أدبات شقيقتي اتضح أنهم يستخدمون مواد كيميائية ضرة وقد تسببت في أذية مئات الناس جعلت مهمتي هي الانتقام منهم واتصلت بسارة فور فوزنا بالقضية أخبرتها بكل شيء وتفجأت بأنها سعيدة بسماعها مني قررنا أن نلتقي في مقهى وكاد قلبي ينفجر حينما رأيت سارة فقد نسيت كم اشتقت إليها يا لها من قصة مجنونة شكرا على كل هذا ستدفع شركة تعوضا لكل من تأذى يجب أن أعتذر يا آفري أعلم أننا كنا أطفالا لكني كنت أنانية جدا هل تسامحيني؟ بالطبع وأنا آسفة أيضا لكني سعيدة لحدوث هذا فقد احتجت أن أجد نفسي خارجا كما تعلمين بالطبع وستبقين نصف الآخر دوما وكذلك أنت